اجراءات جديدة للجيش اللبناني طالت اللاجئين السوريين في لبنان حيث قامت وحدات من الجيش بهدم خمسة مخيمات في منطقة المينية شمال لبنان لأسباب ما زالت مجهولة حتى الآن وبحسب اللاجئين فإن الجيش أعطى انذارات بالإخلاء قبل 24 ساعة لبعض المخيمات فيما لم تتلقى باقي المخيمات أي انذار خيوحنا من حمص وجينا من الحرب لهون وبعدين احنا قاعدين بالمينيا الناشي ثلث سنين قاعدين وهاجمنا الجيش الساعة أربعة وانطانا نزار قالنا 24 ساعة تكونوا خلصانين حكاية معاناة أخرى ترويها هذه السيدة أدى شئ لكم والدة الأسبوع كيف عم تقدر تتنقل من مطرح لمطرح مع البابة في سيارة بتأخذني بتنقلني كل ما أجي على منطقة بدي أنزل فيها يجي الجيش بي راح لني وأبني ما يصلي سبول عمل عملية وأنا عمل عملية قصرية يعني وأبني هلا مرضانا كلها البلاد فاع معها جفاف ومن جل تجي من الجوع ومن الشمس من الشي يعني البلاد كلها مرضانا أكتريتي كمان بالمستشفيات نحن أجونا من كل من نهار كم عيلي ثلاثة عيال ومعهم بنتين زيادة هاي عيلي تاني يعني يجينا بدون محل معهم يلأوا محل يجينا لهون صاحب المخيم هذا اللي هون من بيت الزريقة قلنا له في عنا هذول ثلاث عيال بدنا نقعدهم ما قالوا حدا غيري أنا هون قمنا أجينا ما عنده محل الزلمي فيه مستودع هون كان فيه جاج وما جاج طلع الجاجات الزلمي ونظفوا على الـ 24 وقال لي قاعدهم هون عبين ما يصير ندبر لهم محل ويتقوفوا فيه وما لقوا محل وكل ما بيعملوا مخيم أو شي بيردوا بيشيلوا ما بيخلوهم وللأطفال أيضا نصيبهم من الخوف عم تروحوا على المدرسة؟ ما رحنا شو سار معكم هار اللي فليتوا من المخيم مين اللي يدهركن شو سار معاك؟ الجيش جرحنا الساعة أربعة وستوان بعد نهار نحنا قاعدنا بالأرض باللي بالحشيش وجابين مدبرنا أرض بيولد كمان مرد انت كنت خايفان شي؟ شو حسيت لما أجل جيش ألكون لازم تفلوا؟ ضليت تبكي كمان بيختي هاي كلهر ميمتيج الجيش بيتبكي ما حصل ليس أول إجراء تتخذه السلطات اللبنانية بحق اللاجئين الذين ناشدوا السلطات أن تكون أكثر رأفة بهم من شمال لبنان فاطمة عثمان أوريينت نيوز موسيقى